السؤال الثاني بخصوص رواية طويلة وردت في كتاب دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي هذه الطبعة التي بين يدي إنها طبعة مؤسسة البعثة قموا المقدسة الرواية مرقمة برقم 526 على 130 في صفحة 554 وتستمر الرواية إلى الصفحة 562 الرواية مروية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه سأعود إلى الرواية وسأقرأها عليكم السؤال أين السؤال يتفرع على حديث أكرره في برامجي في الندوات المفتوحة في مختلف أحاديثي هناك شيء أكرره دائما وسأكرره هنا أيضا وإنني أصر عليه فهذا الذي أقوله لا يعني أنني أحكم عليه بالحقيقة المطلقة أبدا فإنني لا أدعي أنني أمتلك الحقيقة المطلقة أو أنني أعرف الطريقة إلى الحقيقة المطلقة إنني لا أدعي هذا أبدا وسأبقى على حالة هذه إلى أن أموت لبديهة ولأمر واضح جدا من أن عقلي محدود وقدرة العلمية محدودة والإنسان كلما تقدم به العمر كلما تشتت ذهنه وضعف الذاكرته وأصابه الذهول في كثير من الأمور تلك هي طبيعة البشر فضلا عن الغفلة التي تسيطر علينا أكنا صغارا أم كنا كبارا هناك غفلة وهناك نسيان وهناك اشتباه لكنني أصر على هذا الأمر من خلال المعطيات التي توفرت لدي ولو أن معطيات أخرى توفرت لدي فإنني لا أصر على هذه النتيجة التي أتحدث عنها أنا لا أتحدث عن يوم أو يومين أنا أتحدث عن أكثر من أربعة عقود وأنا أواصل البحث فيما يرتبط بشؤون إمام زماننا ما يرتبط بشؤون غيبته بشؤون ظهوره ما يرتبط بشؤون معرفته بكل ما له من علقة بالثقافة والعقيدة المهدوية فقلت هذا القول ولا زلت أقوله من أنني ما وجدت في الأحاديث ما يدل على أن مراجع النجف سينصرون الإمام الحجة في عصر ظهوره كل المعطيات التي توفرت لدي تشير إلى أن عمائم النجف طرا ستحارب صاحب الأمر عند ظهوره الشريف هذه النتيجة التي وصلت إليها من خلال متابعتي لما هو مطبوع ولما هو مخطوط حاولت أن أكون موسوعيا في هذا الاتجاه بقدر ما أتمكن من جملة النتائج التي وضعت يدي عليها هي هذه النتيجة من أن العمائم في النجف في وقت الظهور لن تكون مناصرة للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه بل سيحاربونه ويقفون في وجهه ويثيرون المشاكل أمامه هذا هو الذي وجدته في الأحاديث وفي الروايات ولكن قد يسأل سائل هل يمكن أن يتغير هذا الأمر الجواب بالتأكيد يمكن أن يتغير هذا الأمر إلى نحو آخر ولكن هذا التغير لن يحدث من دون سعي في نفس الواقع النجف للتغير لكن الذي يبدو أن أصحاب القرار في النجف على الأقل في زماننا هذا يرفضون التغيير ويرفضون الإصلاح ويقمعون كل من يفكر بهذا الموضوع ويخنقون كل صوت حتى لو كان همسا يطالب بالتغيير فيبدو أن الأمور ستبقى على حالها ولذا فإن النتيجة التي أتحدث عنها هي التي يشهد بها واقع اليوم وتشهد بها الأحاديث الشريفة أما سؤال السائل يقول من أن الرواية هذه تدل على أن الفقهاء سيناصرون الإمام الحج وهذا مذكور في هذه الرواية حيث جاء في آخر الرواية هم النجباء والقضاة والحكام والفقهاء في الدين يمسح بطونهم وظهورهم فلا يشتبه عليهم حكم فسائل يقول يفهم من هذا الكلام من أن الفقهاء في الدين سيكونون من أنصار الإمام حتى إذا أردت أن أقبل هذا الكلام وهو ليس صحيحا لأنني سأقرأ الرواية بكاملها حتى إذا أردت أن أقبل هذا الكلام ليس من قرينة تشير إلى أن الفقهاء في الدين هؤلاء هم فقهاء النجف لا يوجد في الرواية ما يشير إلى ذلك هذا إذا أردت أن أقبل الكلام فليس في الرواية ما يشير إلى أن الفقهاء هؤلاء هم من النجف هم من فقهاء النجف أنا ما قلت أن فقهاء الشيعة في شرق الأرض وغربها لا ينصرون الإمام وإنما قلت إن مراجع النجف إن عمائم النجف هي التي لا تنصر الإمام هي التي ستحارب الإمام هذا هو الموجود في الروايات والأحاديث ما جئت بشيء من عندي هذه قضية مستقبلية لا يمكنني أن أصطنعها بنفسي هذه المضامين موجودة في الروايات والأحاديث فحتى إذا قبلت ما يقوله السائل من أن الفقهاء في الدين هؤلاء هم مراجع الشيعة والكلام ليس صحيحا لكن أفترض أنني قبلت بكلامه فليس من قرينة على أن هؤلاء هم مراجع النجف هذا أولا وثانيا من قال أن الفقهاء في الدين هؤلاء هم نفسهم الفقهاء عند الشيعة حديث أهل البيت يميز بين فقهاء العترة وبين فقهاء الشيعة إنا لا نعد الفقيه منكم فقيها أنتم تعدونه فقيها لأسباب سياسية لأسباب اجتماعية للدعايات والأراجيف والأكاذيب للأموال التي تدفع لشراء الذماء للعملية الديخية والصنمية المتفشية في الواقع الشيعي لأمور كثيرة الشيعة يعدون سين وصاد وجيم وكاف من الفقهاء ومن المراجع وهم في نظر الإمام الحجة عبارة عن مجموعة من الحمير مثل ما قال إمامنا الكاظم لأكبر المراجع في نظر الشيعة في أيامه صلوات الله عليه البطائن كان في نظر الشيعة هو أكبر مرجع في زمانه الإمام قال له أنت وأصحابك الذين يعتقدون فيك أشباه الحمير فهذا فقيه ومرجع كبير في نظر الشيعة أيام الإمام الكاظم في حياة إمامنا الكاظم أنت وأصحابك جمع من مراجع الشيعة أيضا كانوا معه الإمام وصفهم بالحمير فأيضا هناك في الشيعة من يوصف بأنه فقيه بأنه مرجع وهو في نظر الإمام الحجة عبارة عن حمار عن حمار بشري والحمار البشري أسوأ بكثير من هذا الحمار الحيوان الذي يمتطى ويركب الحمار البشري أسوأ من هذا الحيوان بكثير فهذا الحيوان مخلوق على هذه الجبلة التي هو عليها وأما هذا الإنسان فلم يخلق على هذه الجبلة هو هو الذي شوه جبلته هو الذي جعل فطرته فطرة منتكسة وتحول من إنسان إلى مسخ مشوه إلى حمار فمن قال أن الفقهاء في الدين الذين ذكروا في الرواية هنا هم من الفقهاء في نظر الشيعة لا دليل على هذا لأن الأئمة لا يعدون فقهاء الشيعة من الفقهاء إنا لا نعد الفقيه منكم فقيها حتى يكون كذا فما هو معدود من الفقهاء عند آل محمد ليس بالضرورة أن يكون معروفا عند الشيعة من أنه من الفقهاء ربما لا يعدونه من الفقهاء ربما يعدونه من أعداء آل محمد ربما يعدونه من الجهال وهو في نظر الإمام من الفقهاء بينما الذين يعدونهم من الفقهاء هم من الحمير في نظر الإمام ما حكاية الواقفة حكاية مفصلة أكثر من تسعين بالمئة من أصحاب العمائم صاروا مع البطائن وحاربوا الإمام الرضا والحكاية تتكرر في آخر الزمان ستعود الواقفة الواقفة بحسب زمان الظهور إنهم الذين يقفون في وجه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لا أريد أن أذهب في وضع الاحتمالات لمعنى هذا العنوان وفقا لفرضية السائل لأنني أساسا أرفض فرضية السائل جملة وتفصيل فما جاء هنا لا علاقة له بالفقهاء والمراجع بل إن الذي جاء هنا يعضد قولي عضا كاملا إذا ما قرأنا الرواية بكل تفاصيلها ولذا سأقرأها عليكم وإن كانت طويلة والسبب الذي يدفعني أن أقرأها كي يستمع أسائل العزيز إلى مضمون هذه الرواية كي يعرف الأجواء التي تتحدث فيها هي أبعد ما تكون عن النجف وأجواء النجف هي أبعد ما تكون عن أجواء المعممين وعن أجواء مراجع السوء الذين إن كانوا من أمثال البطائن فهم حمير في نظر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه البطائن ادعى الزعامة وسرق الأموال وأنكر إمامة الإمام الرضا وأسس عقيدة تقول من أن الإمام الغائب هو الإمام الكاظم لم يستشهد فجاء بكل ما جاء به هذا بعد استشهاد إمامنا الكاظم وقد وصفه الإمام الرضا ووصف المراجع الذين معه بالكلاب الممطورة لكن هؤلاء في حياة إمامنا الكاظم الكاظم صلوات الله عليه وصفهم بالحمير فقال له يا علي إنه علي البطائن المرجع الشيعي الكبير أنت وأصحابك أشباه الحمير فالرواية هذه تتحدث عن أناس من الشيعة مخلصين لإمام زمانهم لا تتحدث عن أناس يتقاتلون على مناصب السلطة الدينية ويقتلون أنفسهم كي يجمعوا الأموال بطريقة السرقة الدينية من الشيعة يضحكون على الشيعة هذا هو الذي يجري على أرض الواقع فأين هؤلاء وأين هم من نصرة الحجة بن الحسن سأقرأ الرواية وأتمنى على أسائل العزيز وعلى المشاهدين لأجل أن تتحقق الفائدة بشكل عام للجميع أن يدققوا معي وأن يعيشوا أجواء الرواية سيستشعرون من أن الرواية في غاية البعد عن أجواء النجف وأجواء الحوزة وأجواء المرجعية الرواية تتحدث في جهة بعيدة عن كل ذلك الواقع المشحون بالأمراض النفسية الخبيثة القذرة والتي يتسيد فيها الحسد والحقد واللؤم والخبث والمخادعة والمخاتلة والكذب والدجل والتمويه والسفاهة كل هذا يتوفر بشكل واضح في الوسط الحوزوي النجفي وهذا الأمر ليس جديدا منذ أن أسست هذه الحوزة سنة أربعمية وثمانية وأربعين وهذه الأمراض تفتك فيها فتكا ذريعة أعود إلى الرواية الشريفة بسنده عن مسعدة ابن صدقة عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه أبو بصير يقول لإمامنا الصادق جعلت في ذاك هل كان أمير المؤمنين يعلم أصحاب القائم كما كان يعلم عدتهم قال أبو عبد الله إمامنا الصادق حدثني أبي إنه الباقر صلوات الله عليه قال والله لقد كان يعرفهم بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم رجلا فرجلا ومواضع منازلهم ومراتبهم ثم يقول إمامنا الصادق وكل ما عرفه أمير المؤمنين فقد عرفه الحسن إنه الحسن المشتبى وكل ما عرفه الحسن فقد عرفه الحسين وكل ما عرفه الحسين فقد عرفه علي بن الحسين وكل ما علمه وكل ما علمه علي بن الحسين فقد علمه محمد بن علي إنه باقر العلوم وكل ما علمه محمد بن علي فقد علمه وعرفه صاحبكم يعني نفسه يعني الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه الكلام واضح واضح جدا ولا يحتاج إلى شرح قال أبو بصير قلت مكتوب هذه التفاصيل وهذه المعلومات التي علمها علي فالحسن فالحسين إلى الصادق صلوات الله وسلامه عليه أجمعين هذه المعلومات عن أسماء أنصار القائم وعن كل المطالب التي ترتبط بهم ومرت الإشارة إليها مكتوب هذا فقال الصادق صلوات الله وسلامه عليه مكتوب في كتاب محفوظ في القلب مكتوب في كتاب محفوظ في القلب مثبت في الذكر لا ينسى مثبت في الذكر في الذاكرة لا ينسى قال قال قلت جعلت في ذاك أخبرني بعددهم وبلدانهم ومواضعهم فذاك يُقْتَضَى من أسمائهم قال أبو بصير فقال صادق صلوات الله عليه إذا كان يوم الجمعة بعد الصلاة فأتني قال فلما كان يوم الجمعة أتيته فقال يا أبا بصير أتيتنا لما سألتنا عن قلت نعم جعلت في ذاك قال إنك لا تحفظ فأين صاحبك الذي يكتب لك لأن أبا بصير كان ضريرا وكان له من يعينه وبالمناسبة من أبرز الأشخاص الذين كانوا يعينون أبا بصير البطائني هذا كان شابا مستقيما في بداية أمره ولكن لما صار مرجعا وكثرت الأموال الحقوق الشرعية بيده بعد أن سجن إمامنا الكاظم في سجون العباسيين وإمامنا الرضا ما كان يتصدى للأمر بحسب قانون الإمامة إمام ناطق وإمام صامت تلك التفاصيل بيّنتها أحاديثهم في سيرتهم الشريفة صلوات الله عليهم فلما صار له من السلطة الدينية على الشيعة في غيبة إمامنا الكاظم في الحبوس والسجون وكثرت الأموال بين يديه وسعت الشيعة إليه تقدسه صار حمارا وبعد ذلك ترقى فصار كلبا ممطورا ألا لعنة الله عليه لكنه في بادئ أمره قبل أن يخذل ويصبح مرجعا حمارا ومرجعا كلبا نجسا وكثير من مراجع الشيعة عبر التاريخ هكذا تتعجبون من هذا إنهم جميعا مراجع النجف عند الظهور سيكونون هكذا ما بين حمار وما بين كلب نجس منطور لأنهم سيخرجون لحرب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الروايات والأحاديث تخبرنا بذلك فالذي كان يعين أبا بصير هو البطائني لا يعني في كل الحالات لكنه كان معروفا يعين أبا بصير في كتابة الحديث قال إنك لا تحفظ فأين صاحبك الذي يكتب لك قلت أظن شغله شاغل وكرهت أن أتأخر عن وقت حاجتي فقال لرجل في مجلسه الإمام أصادق أكتب له هذا ما أملاه رسول الله صلى الله عليه وآله على أمير المؤمنين وأودعه وأودعه من تسمية أصحاب المهدي وعدة من يوافيه من المفقودين عن فرشهم وقبائلهم السائرين في ليلهم ونهارهم إلى مكة وذلك عند استماع الصوت في السنة التي يظهر فيها أمر الله المراد من استماع الصوت إنها الصيحة أنا لا أريد أن أشرح كل صغيرة وكبيرة الرواية طويلة جدا وإنما سأسلط الضوء على ما يرتبط بما سأله السائل فقط من المفقودين عن فرشهم وقبائلهم السائرين في ليلهم ونهارهم إلى مكة تحدثت الروايات عن هذا المضمون ولا أجد مجالا كي أقف عنده ويستمر إمامنا الصادق فيقول وهم النجباء والقضاة والحكام على الناس هؤلاء الذين يفتقدون عن فرشهم ومن قبائلهم والذين وصفهم بأنهم سائرون في ليلهم ونهارهم إلى مكة هم النجباء والقضاة والحكام على الناس متى؟ بعد ظهور إمام زماننا وإلا قبل ظهوره لا هم بالنجباء ولا هم بالقضاة ولا هم بالحكام على الناس المراد من النجباء هنا وظيفة وليست صفة نفسية قد يقال لشخص نجيب من جهة كماله الأخلاقي من جهة عفة نفسه وقد يقال لشخص نجيب من جهة مسؤولية هو قائد النجيب يكون قائدا من القادة فالمراد من النجباء هنا هم القادة جمع لنجيب والنجيب هو الذي يكون قائدا يكون سيدا يكون أميرا هؤلاء هم الأمراء هم القادة وهم النجباء والقضاة القرينة واضحة الإمام هنا يحدثنا عن مسؤولية هؤلاء لا يتحدث عن مواصفاتهم النفسية والأخلاقية وهم النجباء والقضاة والحكام على الناس متى بعد ظهور الإمام ثم يبدأ الإمام يحدثنا عن مواطن هؤلاء الأنصار قطعا الرواية طويلة وستتعرض إلى تصحيف والتصحيف هو التحريف غير المتعمد وربما تتعرض إلى تحريف متعمد ما يدرينا فهناك أعداد وهناك أسماء للعديد من المدن والبلدان والتي كثير منها ليس معروفا في أيامنا هذه سأقرأ عليكم ما جاء في الرواية ولن أطيل الكلام من طار بند الشرقي رجل هذه الرواية ذكرت أسماء مواطن الأنصار وأشارت إلى أعدادهم عندنا روايات تحدثت عن أسمائهم نحن والرواية نحن والرواية من طار بند الشرقي رجل هذا المكان ليس معروفا لا أستطيع أن أضع إصبعي على الخارطة وأقول هنا طار بند لكنه ذكر في كتب التعريخ من طار بند الشرقي رجل من طار بند الشرقي يبدو هناك طار بند الغربي من طار بند الشرقي رجل لكن من خلال أسماء المناطق التي تلي هذه المنطقة يبدو أنها في بلاد إيران أو في البلاد التي تجاور بلاد إيران مثلا أفغانستان المناطق التي تمتد من أذربيجان إلى روسيا من طار بند الشرقي رجل وهو المرابط السياح هذه أوصاف مرابط إنه يرابط إمامه وقد مر الحديث عن المرابط يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا كما في الآية المئتين بعد البسملة من سورة آل عمران ومن الصامغان رجلان هذه منطقة في طبرستان في إيران ومن أهل فرغان رجل وهذه المنطقة في تركستان باتجاه روسيا بعض هذه المدن لازالت موجودة والبعض منها تحولت إلى آثار إلا أن آثارها لازالت موجودة لا أريد أن أدخل في كل هذه التفاصيل ومن أهل فرغان رجل ومن أهل الترمد رجلان الترمد ذكر في الكتب إنها منطقة في ديار بني أسد في بلاد العرب هل المراد هذه المنطقة أو أن هناك منطقة بنفس الإسم في بلاد أخرى فأسماء المناطق تتكرر في العديد من البلدان ومن الديلم أربعة رجال والديلم شمال إيران وتحديدا قزوين ورشد هذه المناطق شمال إيران ومن الديلم أربعة رجال ومن مرو الروذ رجلان مرو الروذ إنها خراسان القديمة خراسان القديمة تمتد إلى أفغانستان ولا تنحصر بمحافظة خراسان في إيران فقط بحسب التقسيمات الإدارية والدولية الآن فمر الروذ في خراسان ولكنها في جهة أفغانستان ومن مرو الروذ رجلان ومن مر إثنى عشر رجلان إنها خراسان خراسان الإيرانية ومن بيروت تسعة رجال ومن طوس خمسة رجال ومن الفارياب رجلان من خراسان القديمة والتي هي أوسع من إيران وأفغانستان ومن الفارياب رجلان ومن سجستان ثلاثة رجال سجستان إنها سستان في إيران ومن الطالقان أربعة وعشرون رجلا هؤلاء الذين وصفوا بأنهم الكنوس أشرف أصحاب الإمام إنهم كنوز الطالقان والطالقان هناك أكثر من منطقة يطلق عليها الطالقان في أفغانستان هناك طالقان وفي إيران هناك أكثر من طالقان لكن يبدو أن المرادة من طالقان هذه من خلال القرائن ليست من هذه الرواية من هذه الرواية وغيرها إنها طالقان قزوين أربعة وعشرون رجلا من الطالقان ومن جبال الغور ثمانية رجال وجبال الغور باتجاه أفغانستان ومن نيسابور ثمانية عشر رجلا ونيسابور في إيران ومن هرات وهرات في أفغانستان اثنى عشر رجلا ومن بوسنج أربعة رجال بوسنج توجد منطقة بهذا الاسم في أفغانستان ولكن أيضا في التعابير العربية كانوا يطلقون على منطقة البوسنة البوسنج ومن بوسنج أربعة رجال ومن الري والري طهران سبعة رجال ومن طبرستان شمال طهران تسعة رجال ومن قم ثمانية عشر رجلا ومن قومس رجلان وقومس هي الأخرى في إيران في مناطق شمال إيران وتحديدا في طبرستان ومن ومن جرجان اثنى عشر رجلا وجرجان هي الأخرى في إيران في الجهة الشمالية من إيران ومن جرجان اثنى عشر رجلا وجرجان تجاور طبرستان ومن الرقة ثلاثة رجال سورية إنها رقة سورية وإن كان هناك أماكن أخرى تطلق عليها الرقة في غير سورية ولكن يبدو من القرائن سورية ومن الرقة ثلاثة رجال ومن الرافقة رجلان والرافقة منطقة متصلة بالرقة ريف الرقة يمكننا أن نقول هكذا ومن الرقة ثلاثة رجال ومن الرافقة رجلان ومن حلب ثلاثة رجال ومن سلمية خمسة رجال منطقة قريبة من حما في سوريا ومن دمشق رجلان ومن فلسطين رجل بعلبك رجل وبعلبك معروفة في لبنان ومن طبرية إنها الأردن ومن طبرية رجل ومن يافا رجل في فلسطين ومن قبرص رجل إنها قبرص المعروفة الجزيرة المعروفة في البحر الأبيض المتوسط والذي كان يسمى ببحر الروم وقد يسمى بالبحر الغربي ومن قبرص رجل ومن بلبيس رجل وبلبيس في مصر ومن دمياط ودمياط في مصر ومن دمياط رجل ومن أسوان رجل في مصر ومن الفستاط أربعة رجال في مصر ومن القيروان رجلان والقيروان في تونس وقد تطلق على منطقة في ليبيا لكن المشهور عن القيروان في تونس ومن القيروان رجلان ومن كوري كرمان ثلاثة رجال إنها إيران في المناطق الجنوبية من إيران في الاتجاه الجنوبي الشرقي ومن كوري كرمان ثلاثة رجال ومن قزوين رجلان ومن همدان أربعة رجال وقزوين وهمدان في إيران ومن موقان رجل وموقان من مواقع آذربيجان في شمال إيران باتجاه روسيا ومن موقان رجل ومن البدو رجل يبدو من بدو إيران وربما هناك منطقة تسمى بهذا الإسم لا أعرف شيئا عنها ومن البدو رجل ومن خلاط رجل وخلاط في أرمينيا بحسب ما هو معروف في كتب التأريخ ومن جابروان وجابروان في تبريس ثلاثة رجال ومن النوى والنوى منطقة في سوريا ومنطقة أخرى في سمرقند تسمى بالنوى لكن يبدو أنها من سوريا بحكم القرائن الموجودة ومن النوى رجل ومن سنجار أربعة رجال مدينة معروفة جبلية تقع في شمال العراق سنجار ومن سنجار أربعة رجال ومن قالي قلى إنها في أرمينيا ومن قالي قلى رجل ومن سميسات سنجار ويبدو أنها ما بين تركيا والشام ما بين تركيا وسوريا ومن سميسات رجل ومن نصبين رجل إنها من منطقة الجزيرة منطقة الجزيرة تقع ما بين العراق وتركيا وسوريا ونصبين مدينة تاريخية معروفة ومن نصبين رجل ومن الموصل رجل ومن تل موزا رجل منطقة قريبة من الموصل إنني أتحدث عن التاريخ القديم ومن الموصل رجل ومن تل موزا رجلان ومن الرهى رجل والرهى منطقة قرب حران وحران منطقة تقع في شمال العراق ومن حران رجلان ومن باغ رجل وباغ في إسبانيا في الأندلس القديمة ومن باغ رجل ومن قابس رجل وقابس في تونس ومن صنعاء رجلان وصنعاء تعرفونها في اليمن ومن ماز رجل ماز أهي قبيلة أم منطقة في اليمن لا أدري ومن ماز رجل إنني أتحدث عن المعطيات المتوفرة في الكتب وفي معاجم البلدان وفي كتب التعريخ ومن طرابلس رجلان وطرابلس طرابلس في الغرب في ليبيا وطرابلس في الشام في لبنان ومن طرابلس رجلان ومن القلزم رجلان والقلزم من اليمن ومن القبة رجل والقبة تطلق على الكوفة وتطلق على الإسكندرية في مصر أيضا وتطلق على أماكن أخرى مشهور أن تطلق على الكوفة وأن تطلق على الإسكندرية في مصر ومن القبة رجل ومن وادي القرى رجل الحجاز ومن خيبر رجل ومن بداء رجل وبداء منطقة تذكر في الكتب في الشام وربما هي أقرب إلى فلسطين ومن الجار رجل يبدو إنها الموصل من المناطق المجاورة للموصل في شمال العراق ومن الكوفة أربعة عشر رجل من الكوفة أربعة عشر رجل ليس هناك من ذكر لا لمراجع ولا لبطيخ تلاحظون السياقة في الرواية واضح جدا خصوصا وأن الأحاديث تخبرنا من أن أنصار الإمام الحجة هؤلاء الكهول فيهم الكهول وليس الشيوخ الكهول فيهم كالملح في الطعام أو كالكحل في العين أتعلمون في أحاديث أهل البيت من أين يبدأ سن الكهولة الروايات تقول من الثلاثين وأما سن الشيخوخة يبدأ من الأربعين إنهم لا يتحدثون عن الشيخوخة التي هي العجز والتي لها أعراضها المرضية على المستوى الجسدي على المستوى الدماغي على المستوى النفسي إنهم يتحدثون عن مصطلحات في مراتب الأسنان فالأحداث ما دون الثلاثين وهم الشباب ومن الثلاثين إلى الأربعين الكهول ومن الأربعين وما بعد الأربعين الشيوخ الروايات تخبرنا من أن أصحاب الإمام هم دون ثلاثين ومن أن الكهول فيهم كالملح في الطعام أو كالكحل في العين وكل ذلك يشير إلى قلة عدد الكهول فيهم ومن الكوفة أربعة عشر رجلا لو كان لهما من صفة معينة بين الشيعة لذكرت هذه الصفة مثلما ذكرت بعض الأوصاف لبعض الأشخاص كما جاء في بداية ذكر أصحاب الإمام من طاربند الشرقي رجل وهو المرابط السياح وستأتين أوصاف أيضا في موضع آخر فلو كان لهؤلاء من وصف مميز لذكر ومن الكوفة أربعة عشر رجلا ومن المدينة رجلان إنها مدينة النبي صلى الله عليه وآله ومن الربذة رجل الربذة المكان الذي نفي إليه أبو ذر نفاه عثمان إلى الربذة منطقة قريبة من المدينة في صحراء المدينة ومن الربذة رجل ومن خيوان رجل وخيوان في اليمن ومن كوثة ربا وكوثة ربا منطقة قديمة في العراق تقع في الفرات الأوسط يختلفون في تحديد موضعها بالدقة ربما هي في مكان قريب من مدينة الحلة ومن كوثة ربا العراق رجل ومن طهنة رجل وطهنة في الصعيد في صعيد مصر ومن تيرم رجل ربما هذا الاسم إما هو في الصعيد أو في بادية مصر ليس واضحا ومن الأهواز رجلان والأهواز أهواز إيران ومن اصطخر رجلان واصطخر في في إيران ومن الملتان رجلان والملتان في بلاد الهند هذه المناطق التي في باكستان كان يطلق عليها قديما بلاد الملتان ومن الديب الرجل في الهند ومن صيدائيل رجل من صيدائيل هل هي صيدة وحدث تصحيف فيها هل هو مكان آخر لا أعرفه لا أدري بحسب ما هو موجود في الكتاب ومن صيدائيل رجل مكان مجهول ومن المدائن إنها مدائن بغداد مدائن كسرة ومن المدائن ثمانية رجال ومن عكبر رجل وعكبر منطقة تعرف بتل عكبر أو بعكبر قريبة من تكريت قريبة من منطقة الدجين وهي المنطقة التي جاء منها المفيد إلى بغداد أصله من هناك أتحدث عن المفيد عن الشيخ المفيد ومن عكبر رجل ومن حلوان رجلان وحلوان منطقة في شمال العراق ومنطقة في مصر معروفة مشهورة فلربما يراد منها حلوان العراق بسبب الحديث عن المناطق العراقية ومن المدائن ثمانية رجال ومن عكبر رجل يقرب هذا المكان من تكريت ومن حلوان رجلان ومن البصرة ثلاثة رجال وأصحاب الكهف وهم سبعة رجال الذين ناموا في الكهف سيعودون لنصرة إمام زماننا وأصحاب الكهف وهم سبعة رجال والتاجران الخارجان من عانة إلى أنطاكيا وعانة في العراق على الفرات عند الأنبار والتاجران الخارجان من عانة إلى أنطاكيا وأنطاكيا معروفة في تركيا ما بين سوريا وتركيا والتاجران الخارجان من عانة إلى أنطاكيا وغلامهما وهم ثلاثة نفر والمستأمنون إلى الروم المستأمنون الذين يطلبون الأمن والأمان إنهم لاجئون إلى بلاد الروم وبلاد الروم بلاد تركيا وبلاد أوروبا والمستأمنون إلى الروم من المسلمين وهم أحد عشر رجلا والنازلان بسرنديب رجلان وسرنديب في الهند ومن سمندر أربعة رجال من منطقة الخزر ما بين إيران وآذربيجان وروسيا ومن سمندر أربعة رجال والمفقود من مركبه بشلاهة بشلاهة رجل وشلاهة في بلاد سيلان تلاحظون أن بعض المواضع ورد فيها وصف من قبيل المستأمنون إلى الروم من المسلمين النازلان بسرنديب المفقود من مركبه بشلاهة رجل فلو كان للمجموعة من الكوفة من وصف لذكر ومن شيراز أو قال سيراف وهذا الشك من مسعدة إنه مسعدة ابن صدق الذي نقل الرواية عن أبي بصير مر علينا عن مسعدة ابن صدق عن أبي بصير ومن شيراز أو قال سيراف وشيراز في إيران وسيراف هي منطقة أخرى في إيران أيضا ومن شيراز أو قال سيراف الشك من مسعدة رجل والهاربان إلى سردانية من الشعب رجلان هاربان من الشعب من منطقة تسمى بالشعب إلى سردانية وسردانية جزيرة في البحر الغربي البحر الغربي قد يطلق على بحر الروم وهو البحر الأبيض المتوسط ولكن في الغالب يطلق على المحيط الأطلسي من جهة إسبانيا والمغرب العربي فيقال له البحر الغربي والهاربان إلى سردانية من الشعب رجلان وكما قلت إنها جزيرة في البحر الغربي هكذا تذكر في معاجم البلدان وفي كتب التاريخ والمتخلي بسقلية رجل وسقلية معروفة جزيرة معروفة والطواف الطالب الحق تلاحظون هناك أوصاف فلو كان للخارجين من الكوفة من الأوصاف التي تميزهم لذكرت تلك الأوصاف إنهم من الشيعة الذين لا يعدون في أجواء الحوزة والمرجعية وأصحاب العمائم مر علينا ومن الكوفة أربعة عشر رجلا والمتخلي بسقلية رجل والطواف الطالب الحق من يخشب رجل يخشب هل هي قبيلة هل هي أسرة هنا هل هي منطقة لا أدري والطواف الطالب الحق من يخشب رجل يبدو أنها منطقة والهارب من عشيرته رجل والمحتج بالكتاب على الناصب من سرخص رجل وسرخص منطقة في قراسان معروفة ثم تقول الرواية فذلك ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا بعدد أهل بدر إذا أردنا أن نعد الأعداد التي قرأتها عليكم فإنها تصل إلى ثلاثمائة وسبعة فلقد حدث سقط مثل ما قلت لكم هذه روايات طويلة وفيها وفيها الكثير من الأسماء التي قد يجهلها نفس الراوي وفيها الكثير من الأعداد ومع ذلك وردتنا بشكل يكاد أن يكون قريبا من الدقة فالرواية تقول فذلك ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا لكننا إذا أردنا أن نعد الأرقام فإن العدد يصل إلى ثلاثمائة وسبعة وليس إلى ثلاثمائة وثلاثة عشر المفترض أن يكون بعدد أهل بدر لكن سقط ما سقط من الرواة بعدد أهل بدر يجمعهم الله إلى مكة في ليلة واحدة وهي ليلة الجمعة فيتوافون في صبيحتها إلى المسجد الحرام لا يتخلف منهم رجل واحد وينتشرون بمكة في أزقتها يلتمسون منازل يسكنونها فينكرهم أهل مكة وذلك أنهم لم يعلموا برفقة دخلت من بلد من البلدان لحج لحج أو عمرة ولا لتجارة يستغربون وجودهم فيقول بعضهم لبعض إنا لنرى في يومنا هذا قوما لم نكن رأيناهم قبل يومنا هذا ليسوا من بلد واحد ولا أهل بد ولا معهم إبل ولا دواب لو كانوا من مراجع النجفي جميعا أو كان البعض منهم أفلم يكونوا معروفين بحسب الإعلام المنتشر في زماننا هذا ما بقي من شيء خاف على الناس فبيناهم كذلك وقد ارتابوا بهم إذ يقبل رجل من بني مخزوم يتخطى رقاب الناس حتى يأتي رئيسهم فيقول لقد رأيت ليلة هذه رؤيا عجيبة وإني منها خائف وقلبي منها وجل فيقول له أقصص رؤياك فيقول رأيت كبة نار انقضت من عنان السماء فلم تزل تهوي حتى انحطت على الكعبة فدارت فيها رأيت كبة نار المراد من كبة النار انها نار لاهبة شديدة صادمة فكبة النار شدتها وقوة صدمتها رأيت كبة نار انقضت من عنان السماء فلم تزل تهوي حتى انحطت على الكعبة فدارت فيها فإذا هي جراد ذوات أجنحة خضر كالملاحف الملاحف ما يلتحف به يشبه العباءة فإذا فإذا هي جراد ذوات أجنحة خضر كالملاحف فأطافت بالكعبة ما شاء الله ثم تطايرت شرقا وغربا لا تمر ببلد إلا أحرقته ولا بحسن إلا حطمته فاستيقظت وأنا مذعور القلب وجل فيقولون لقد رأيت هؤلاء فانطلق بنا إلى الأقيرع ليعبرها وهو رجل من ثقيث فيقص عليه الرؤية فيقول الأقيرع لقد رأيت عجبا ولقد طرقكم في ليلتكم جند من جنود الله لا قوة لكم بهم فيقولون لقد رأينا في يومنا هذا عجبا ويحدثونه بأمر القوم ثم ينهضون من عنده ويهمون بالوثوب عليهم بالوثوب على أنصار الإمام صلوات الله عليه وقد ملأ الله قلوبهم منهم رعبا وخوفا فيقول بعضهم لبعض وهم يتآمرون بذلك يتآمرون أي أنهم يتحدثون فيما بينهم ويخططون لما يريدون أن يقوموا وأن يفعلوا في مواجهة هؤلاء الذين جاءوا إلى مدينتهم وهم يتآمرون بذلك يقول بعضهم لبعض يا قوم لا تعجلوا على القوم إنهم لم يأتوكم بعد بمنكر ما فعلوا شيئا منكرا ولا أظهروا خلافا ولعل الرجل منهم يكون في القبيلة من قبائلكم باعتبار أنهم أخذوا يبحثون عن منازل وعثروا على منازل كي يسكنوا فيها ولعل الرجل منهم يكون في القبيلة من قبائلكم فإن بدى لكم منهم شر فأنتم حينئذ وهم وأما القوم فإنا نراهم متنسكين متعبدين في المسجد وسماهم حسنة وهم في حرم الله الذي لا يباح من دخل حتى يحدث به حدث ولم يحدث القوم حدث يجب محاربتهم فيقول المخزوم وهو رئيس القوم وعميدهم إنا لا نأمن أن يكون وراءهم مادة لهم مادة يعني مدد فإذا التأمت إليهم كشف أمرهم وعظم شأنهم فتهضموهم وهم في قلة من العدد وغربة في البلد قبل أن تأتيهم المادة تهضموهم أي اقضوا عليهم تمكنوا منهم فتهضموهم وهم في قلة من العدد وغربة في البلد قبل أن تأتيهم المادة المدد فإن هؤلاء لم يأتوكم مكة إلا وسيكون لهم شأن وما أحسب تأويل رؤيا صاحبكم إلا حقا فخلوا لهم بلدكم وأجيل الرأي والأمر ممكن فيقول قائلهم إن كان من يأتيهم أمثالهم فلا خوف عليكم منهم فإنه لا سلاح للقوم ولا كراء المراد من الكراء وسائل النقل والانتقال المراد من الكراء البعد اللوجستي الذي تحتاجه الجيوش ولا حصن يلجأون إليه وهم غرباء محتوون بإمكاننا أن نحتويهم أن نحيط بهم فإن أتى جيش لهم نهضتم إلى هؤلاء أولا وكانوا كشربة الضمآن إشارة إلى قلة عددهم فلا يزالون في هذا الكلام ونحوه حتى يحجز الليل بين الناس ثم يضرب الله على آذانهم وعيونهم بالنوم على هؤلاء الذين كانوا يتآمرون ويتشاورون فيما بينه يتآمرون يديرون الحوار بخصوص ما سيفعلون من أمرهم هذا هو المراد من قولنا يتآمرون فلا يزالون في هذا الكلام ونحوه حتى يحجز الليل بين الناس ثم يضرب الله على آذانهم وعيونهم بالنوم بالنسبة لأهل مكة فلا يجتمعون بعد فراقهم إلى أن يقوم القائم صلوات الله عليه وإن أصحاب القائم عليه السلام يلقى بعضهم بعضا كأنهم بنوا أب وأم وإن افترقوا عشاء التقوا غدوة وذلك تأويل هذه الآية فاستبقوا الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله جميعا بقيت بقية من الرواية ولكنني أقول لسائل العزيز وللذين يتابعون هذه الحلقة من أن الرواية واضحة وواضحة جدا تتحدث في أجواء وفي سياق لا علاقة له بالنجف بالنجف ومراجع النجف ارجع إلى الرواية وتفحص الرواية من أولها إلى آخرها هذه الأجواء الموجودة في الرواية لا علاقة لها بالنجف ومراجع النجف فمراجع النجف وعمائم النجف لهم لباسهم أعرافهم أساليبهم وكل الذي في الرواية لا يشبه شيئا من ذلك والرواية تصرح من أن هؤلاء لم يكونوا قد التقوا وإنما يلتقون في مكة فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا فهم ليسوا مجموعين في النجف من هذه المناطق المختلفة ولم يجتمع في النجف عبر تأريخها من كل هذه المناطق يأتون من بعض البلدان لكن ليس من كل هذه المناطق والآية هذه بحسب تفسيرها في أحاديث العترة الطاهرة لا بحسب تفسير النواصب ولا بحسب تفسير مراجع النجاف الذي هو تفسير غبي ناصبي لا شأن لنا بتفاسيرهم بحسب أحاديث أهل البيت فإنهم يأتون من أماكن مختلفة ولا يعرف بعضهم بعضا لكن حينما يلتقون يكونون كأنهم أبناء أب وأم من أب واحد وأم واحدة فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا فهم يأتون من أماكن مختلفة ولا يأتون من مكان معين كأن يأتوا من النجاف أجواء الرواية سياق الرواية واضح وواضح جدا هناك سرية في انتقالهم هناك جهل واضح عند أهل مكة بهؤلاء الأشخاص لا توجد فيهم شخصية معروفة بارزة وإلا لتمكنوا من تشخيصها والآية تتحدث عن أنهم يؤتى بهم من الأماكن المختلفة المنتشرة وهذا ما حدثتنا الروايات والأحاديث عن أن أصحاب الإمام يجتمعون من مختلف الأمكنة في مكة هذا هو منطق الرواية فأين الحديث عن النجاف عن المرجعية عن العلماء عن الفقهاء وماذا قرأنا في بداية الرواية وهم النجباء والقضاة والحكام على الناس متى يكونون بعد ظهور الإمام فهذا الوصف ليس وصفاً لهم قبل ظهور الإمام هذا الوصف بالدقة وبالتحديد لهم بعد ظهور الإمام هؤلاء هؤلاء الثلاثمئة وثلاثة عشر هم النجباء جمع نجيب وهو القائد هو قائد قومه والقضاة والحكام على الناس إنما يكونون بهذه المنزلة بهذه المسؤولية متى بعد أن ينتقل من بلدانهم إلى مكة وبعد أن يظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يحملهم هذه المسؤولية وهو الذي يضعهم في هذه المنازل ومن آخر الرواية فإنهم يكونون بهذه المنازل بأمر إعجازي بأمر من ولاية الإمام التكوينية وليس من عندي أنفسهم فإن الإمام سيمسح عليهم فهم ما كانوا كذلك وإنما بعد المسح سيكونون كذلك بقيت بقية من الرواية سأقرأها قال أبو بصير قلت جعلت فداك ليس على الأرض يومئذ مؤمن مؤمن غيرهم نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل سأضع بقية المضامين بين أيديكم قال أبو بصير قلت جعلت فداك ليس على الأرض يومئذ مؤمن غيرهم قال بلى ما المراد قال بلى يعني هناك مؤمنون آخرون ولكن هؤلاء هم العدة هؤلاء هم القادة جعلت فداك ليس على الأرض يومئذ مؤمن غيرهم قال بلى الفارق في الجواب بين بلى ونعم لو أن الإمام هنا قال نعم حينما سأل أبو بصير جعلت فداك ليس على الأرض يومئذ مؤمن غيرهم لو أن الإمام قال نعم فمعنى كلامه أنه ليس هناك من مؤمن إلا هؤلاء ولكن حين أجاب ببلى هناك مؤمنون ولكن هؤلاء هم القادة هذا هو الفارق في الإجابة بين نعم وبلى أقرب لكم الصورة حتى تكون واضحة لديكم إذا ما ذهبنا إلى سورة الأعراف وإلى الآية الثانية والسبعين بعد المئة بعد البسملة آية معروفة وأنا اخترتها متعمدا لوضوحها حتى تكون الصورة واضحة لديكم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا لو أنهم قالوا نعم فإن معنى كلامهم من أنك لست بربنا لكن حين قالوا بلى فمعنى كلامهم من أنك ربنا ألست بربكم هذا استفهام في سياق النفي المستفهم ماذا يريد المستفهم يريد من المجيب أن ينفي المضمون الذي جاء في السؤال السؤال في أصله مؤلف من الهمزة ألست بربكم الهمزة أداة الاستفهام لست بربكم هذه الجملة تنفي من أن الله رب لنا لست بربكم إن الله ينفي ربويته هنا لست بربكم ولكن حينما جاء الاستفهام ألست بربكم فإن السؤال هنا يحتاج إلى جواب هذا الجواب سيكون نفيا لهذا النفي ونفي النفي يقودنا إلى الإثبات وهذا لا يتم إلا عبر هذا التعبير بلى إذا استعملنا نعم فإننا قد أثبتنا النفي ألست بربكم إذا قلنا نعم يعني من أنك لست بربنا ولكن إذا قلنا بلى فهذا يعني من أنك ربنا لأن بلى تنفي النفي في السؤال المتقدم الذي جاء استفهاما في سياق النفي ألست بربكم قالوا بلى شهدنا إلى آخر الآية الكريمة أبو بصير هنا يسأل الإمام الصادق جعلت في ذاك ليس على الأرض يومئذ مؤمن غيرهم قال بلى يوجد ولكن هذه العدة هذه العدة التي يخرج الله فيها القائم هم النجباء الكلام المتقدم نفسه في أول الرواية هم النجباء والقضاة والحكام وجاءت هنا إضافة والفقهاء في الدين هم النجباء والقضاة والحكام والفقهاء في الدين حتى لو وقفنا عند هذه الكلمة لأن بقية الكلام ستشرح لنا المضمون ولكن حتى لو وقفنا عند هذه الكلمة فإن سياق الرواية الطويلة من أولها إلى آخرها لا يتحدث عن فقهاء هم فقهاء بنظر الإمام المعصوم قد التحقوا بمكة وإنما هم أنصار مخلصون بعد ظهوره سيصبحون هم النجباء القضاة الحكام الفقهاء في الدين والذي يدل على هذا دلالة قطعية واضحة ما جاء بعد هذه الكلمات هم النجباء والقضاة والحكام والفقهاء في الدين يمسح بطونهم وظهورهم فلا يشتبه عليهم حكم هذا يعني أنهم قبل هذا الماسح تشتبه عليهم الأحكام فما هم من القضاة ولا هم من الفقهاء يمسح بطونهم وظهورهم فلا يشتبه عليهم حكم والأدق في هذه التعابير هذه جملة فعلية ابتدأت بفعل مضارع يمسح بطونهم وظهورهم وهذه الجملة الفعلية التي جاءت مبتدئة بالفعل المضارع هذا جاءت بعد معرفة هم النجباء هم ضمير والضمير معرفة النجباء القضاة الحكام الفقهاء في الدين النجباء القضاة الحكام إنها ألفاظ معرفة بالألف واللام الفقهاء في الدين معرف بالألف واللام مع إضافة الجار والمجرور تعطي لهذا المعرف بالألف واللام خصوصية واضحة فنحن أمام جملة فعلية تبتدئ بفعل مضارع يأتي بعد المعرفة والجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات هذه الجملة محلها الإعرابي أنها حال الكلام هكذا يكون هم النجباء والقضاة والحكام والفقهاء في الدين متى في حال إذا ما مسح الإمام بطونهم وظهورهم يعني في حال أن الإمام يكون ماسحا لبطونهم وظهورهم فلا يشتبه عليهم حكم التقدير ماسحا بطونهم وظهورهم ماسحا حال الإمام ماسحا لبطونهم وظهورهم حالهم هم ممسوحين من قبل الإمام فهذا حال طارئ عليهم هم لم يكونوا ممسوحين من بداية ولادتهم إلى هذه اللحظة أو لم يكونوا ممسوحين من سن بلوغهم إلى هذه اللحظة أو لم يكونوا ممسوحين لسنوات مضت هم الآن يمسحون هذه مسألة طارئة فهم لم يكونوا كذلك لم يكونوا بهذه الأوصاف وإنما صاروا بهذه الأوصاف بعد أن طرأ المسح عليهم وهذا هو معنى أن الجملة حالية هم النجباء والقضاة والحكام والفقهاء في الدين يمسح بطونهم وظهورهم فلا يشتبه عليهم حكم فما علاقة هذا بمراجع النجف الرواية واضحة وواضحة جدا إذا وجدت أحدا يقول لك غير هذا فهذا من جهله من جهله بمنظومة الروايات والأحاديث فيما يرتبط بالشأن المهدوي وهذا من جهله بفقه الرواية نفسها أنا ما خرجت عن الرواية حاولت أن أبقى بحدود الرواية وإلا فهناك روايات بعد هذه الرواية في نفس الكتاب تشرح جانبا من مضامين هذه الرواية لكنني بقيت بحدود سؤال السائل العزيز كي أختصر الوقت لأنني إذا ذهبت إلى الروايات الأخرى فسأحتاج إلى عدة حلقات وما دخلت في كل التفاصيل التي وردت في هذه الرواية نحن عندنا روايات تشرح هذه الأوصاف التي وردت في هذه الرواية على سبيل المثال مثلا ما قرأته في أول ما بدأت الرواية تتحدث به عن أنصار الإمام من طارباند الشرقي رجل وهو المرابط السياح المرابط السياح له حكاية ذكرت في رواية أخرى وللبقية أيضا لكنني ما أردت أن أدخل في كل التفاصيل حاولت أن أقف عند حدود الرواية وعند حدود سؤال السائل الرواية تؤيد ما قلته سابقا وأقوله الآن من أننا لا نجد في الأحاديث التي بين أيدينا من أن مراجع النجف من أن فقهاء النجف الذين هم فقهاء بنظر الشيعة وليس بنظر صاحب الأمر فقهاء النجف مراجع النجف خطباء النجف عمائم النجف لا نجد فيما عندنا من الأحاديث والروايات من أنهم سينصرون الإمام الحجة في عصر ظهوره الشريف نحن لا ندري متى سيظهر إمامنا أنا لا أتحدث عن المراجع في هذا العصر أتحدث عن المراجع في عصر الظهور الشريف فمراجع النجف في ذلك الوقت سيحاربون الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وما البرامج التي تطرح في هذه القناة وما الحديث عن منهج نحاول أن نقترب من خلاله من المنهج اليماني إلا دعوة للإصلاح في الواقع الشيعي النجفي وفي الواقع الشيعي العراقي أعلنا نستطيع أن نغير ما حدثتنا عنه الروايات في مستقبل الأيام يمكننا أن نغير ذلك يمكننا أن نغير ذلك لو اجتمعنا جميعا على نية صادقة ولو أن أصحاب القرار في النجف استطاعوا أن يتخلصوا إلى حدود معينة من قتل أنفسهم على مناصب المرجعية والسلطة الدينية ومن قتل أنفسهم على جمع الأموال وسرقتها من الشيعة بأي طريقة لو أنهم خففوا من هذا ونظروا إلى عواقب أمرهم ودققوا النظر في الأحاديث والروايات وكيف أنهم سيقودون شيعة العراق إلى حرب مع إمام زمانهم ربما لا أدري وإن كان المال الحرام الذي تكدس في بطونهم وفي أدمغتهم وفي أجسادهم يحول فيما بينهم وبين التوفيق وإن كان المنهج الشافعي المعتزلي قد سطل عقولهم وأخذهم في طريق منافر لطريق إمام زمانهم فإمامنا مشرق ونحن الذين نقول شيعة له نحن مغربون هذه هي الحقيقة الموجودة على أرض الواقع بهذا يتم جوابي على السؤال الثاني اكتمل الجواب الأول على السؤال الأول فيما يرتبط بالرواية التي تحدثت عن ذلك الذي وجهه كالدينار وأسنانه كالمنشار وسيفه كحريق النار الذي يدخل الجبل ذليلا ويخرج منه عزيزا يكتنفه جبرائيل وميكائيل مر الحديث ما بين الحلقة الماضية وجزء من هذه الحلقة وأما الجواب الثاني فكان على السؤال الثاني بخصوص الرواية التي قرأتها على مسامعكم من دلائل الإمامة للمحدث الطبر الإمامي قطعا الرواية طويلة وتحتاج إلى شرح وتفصيل لكنني حاولت الإختصار قدر الإمكان كي أسلط الضوء على النقطة التي أراد السائل العزيز أن أتحدث عنها سؤال ثالث عن رواية خطيرة جدا سيأتينا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى